السلام عليكم ماما 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 رب واحد واحد ما هذا؟ هذا وانا عندي ثلاثة أولاد سبحانك يا ربي يا سميع عدد الناس بالعالم 7.6 مليار بني آدم كلنا بنحكي بنفس الوقت والله السميع بيسمعنا كلنا كلنا ولا تختلط عليه الأصوات يعني ممكن يكون حدا قعد بيخطب بالناس وفي واحد من الجمهور حكى خلصنا من الروح الخطيب سمع الكلمة بس ما بيعرف مين حكاها بس الله السميع بيعرف كل واحد فينا إيش حكى بالضبط وبيسمعنا سواء بنحكي بصوت عالي أو بصوت واطي بيسمع شو بدنا نحكي لو ما كنا قادرين نحكي بيسمعنا لو كان كلامنا واضح وبيسمعنا لو كان صوتنا رائح بيسمعنا لو طلخبطنا وغلطنا بالكلام مما خلص كل شوكولاتة وما أكلت الواجب هو بيعرف شو كان بدنا نحكي بيسمعنا لو بنحكي عربي أو انجليزي أو هندي أو صيني أو بأي لغة حتى لغة البيبيات أصد صراخ البيبيات بيعرف شو بدهم بالضبط والله بيسمعنا لما ما يكون في حدا يسمعنا بيسمعنا وين ما كنا لو كنا في الفضاء أو في وسط غابة أو في أعماق المحيط زي لما سمع سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله سمعه وقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بيسمعنا مش بس إحنا بيسمع كل المخلوقات بيسمع الجبال وهي بتسبح بيسمع لغة الحشرات والطيور والأسماك وكل الحيوانات وإسم الله السميع كمان بيجي بمعنى المجيب يستجيب لدعائنا فلا يختلط عليه ولا يغلطه تنوع المسائل عشان أبين لك قديش المسألة معقدة اتخيل إن العيلة كلها رايحين على المطعم يوم العيد عشرين واحد كل واحد طلب صحن صلطة صحن رئيسي وعصير المضيف بيسجل طلباتنا بس ما بيحفظ مين طلب شو لما بيجي الأكل إلا ما يسألنا مين طلب عصير فراولا ومين طلب عصير هواي بس بالله يشوف الحرم كل واحد فيهم عنده دعوة شكل والله السميع بيعطي كل واحد طلبه بالتحديد يبقى لما نعرف إن الله السميع لازم نكثر من ذكر الله وشكر الله وننتبه على كلامنا ما نحكي غير الصدق والكلام الحلو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولازم كمان ندعي ربنا باسم السميع ونطلب منه يحقق لنا كل أمنياتنا ولو كانت صعبة أو حتى مستحيلة وما في أحسن من الصلاة ندعي فيها لما منرفع من الركوع بنحكي سمع الله لمن حمده يعني الله بيسمع وبيستجيب للناس الحامدين الشاكرين وبنحكي بعدها على طول ربنا ولك الحمد هين حمدناك يا رب استجيب لدعائنا وبننزل في أقرب ما يكون العبد إلى ربه في السجود وبندعو الله باللي بدنا ياه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم على فكرة لا تطلب عصير بالمطاعم بيعبوا لكاسة تلج وبحطوا شوية عصير وطلبوا عصير بالا تلج صح